اشتركوا في القناة صدر الفيلم باللغة التركية والانجليزية والكورية ومدة عرضه 125 دقيقة اختير الفيلم للمنافسة للحصول على جائسة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية كممثل لتركية إلا أنه لم يصل إلى النهائيات فيلم آيلا هو فيلم مبني على قصة حقيقية تعود أحداثه إلى عام 1950 حيث كانت الحرب الكورية مشتعلة بين كوريا الشمالي التي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي أنذاك وتلقت دعماً كبيراً من الصين وبين كوريا الجنوبي التي دعمتها الأمم المتحدة من خلال قوات عسكرية أمريكية وبمشاركة قوات من عدة دول متطوعة والتي كان من بينها الجيش التركي أنذاك لم تلقى الحرب الكورية اهتماماً سينمائياً كبيراً فأغرب الأفلام التي تم إنتاجها إما أفلاماً كورية وعداً قليل من الأفلام الأمريكية والأجنبية القديمة ولكن فيلم آيلا جاء ليروي الأحداث الحقيقية للحرب من وجهة نظر أحد الجنود المشاركين في صفوف جنود الدول المتطوعة ومن وجهة نظر فتاة كورية صغيرة يبدأ الفيلم بمشهد لفتاة كورية صغيرة تلعب على دراجتها الخشبية بقريتها وأثناء استمتاعها باللعب يبدأ تساقط القنابل ويصل جيش الأعداء تخبئ الأم طفلتها حيث قام الجيش بقتل جميع أهل القرية ينقلنا الفيلم لو عرفنا على أبطاله حيث ننتقل إلى مدينة اسكندرون بتركيا لنقابل سليمان وصديقه علي وهما يتوجهان لعملهم العسكري على دراجتهم الهوائية حال وصول همائر القاعدة العسكرية يبلغ القائد سليمان أن الحكومة التركية سترسل دعما عسكريا لكوريا الجنوبية وأنه سوف يغادر مع القوات عندها تطوع صديقه علي لمرافقته وفي المساء قابل سليمان حبيبته نوران التي أبدت خوفها من ذهابه وعدم عودته فهي يتيمة منذ صغرها وتقن بمنزل عمها ومنذ قابلت تشعر أنه أسرتها الوحيدة لذلك لا تقوى على خسارته طمأنها سليمان أنه يحبها وسوف يرسل الرسائل والصور دائما من أجلها أرسل سليمان برقية لأسرته وأبلغهم بذهابه إلى كوريا الجنوبية حزن جارته نعمة وتمنت له السلامة فيما يبدو أنه حب من طرف واحد غادر سليمان وعلي مع القوات علامة سفينة حربية وفي السفينة ورد على الجنود فيلم وثائقه يتحدث عن طبيعة كوريا المناخية والثقافية وتعرف سليمان على الملازم مسعود الذي يعمل مترجما عندما ساعده بالتخلص من مشكلة النمل التي تغزو غرفته بأنقدم للنمل السكر ليأكله أرسل سليمان جسالة إلى نوران أبلغها أن رحلتهم بالبحر التي استغرقت شهرا وبشقة على الانتهاء وأنه يحبها وطلب منها أن تنتظره عند وصوله بالميناء غادر الجيش مباشرة ليقطعوا 100 كيلومتر تقريبا ليصلوا بعد القاعدة العسكرية في تيغو لاحقا غادر القائد المسؤول يرافق سليمان وعلي والملازم مسعود وعدم من الجنود إلى قاعدة كونوري التي تقع تحت سيطر الجيش الولايات المتحدة الأمريكية وفي الطريق إلى مهمتهم الأولى تفاجأ سليمان من حجم الدمار الذي خلفته الحرب وبعد وصولهم للقاعدة تعرضت لقصف الطائرات أمر قائد القوات التركية سليمان وباقي جنود الأتراك مرافقته الحصول على التعليمات من المسؤولين وذلك بسبب قطاع الاتصال داخل القاعدة توجهوا لمقر القيادة ولكن بالطريق تعرضوا لكمين فتفجرت سيارتهم وبدأ الأعداء بإطلاق النار ولكن تمكن علي من القضاء عليهم لوحده فقرر القائد أن السير بالطريق غير آمن وأمر بعبور الغابة وأثناء سيرهم قابلوا مئات الجثث لأطفال ونساء ورجال ومن بينهم وجد سليمان طفلة صغيرة على قيد الحياة وحيدة لم يستطع سليمان أن يتركها فحملها مكملا طريقه وعند وصولهم لقاعدة أون هونغني توجه القائد والملازم سعود للمترجم مقابل القائد المسؤول الذي فسر له أن ما حدث بقاعد كونوري كانت يجا تدخل القوات الصينية التي قررت الانضمام للحرب مع كوريا الشمالية مما سوف يعقد الأمور ويزيد من صعوبة الحرب وأنه سوف يتم إمداد القوات التركية بالمعدات والمعلومات الاستخبارية إضافة إلى أنه سوف توكل إليهم قطاعات جديدة من الأراضي لتغطيتها وبالأثناء أحضر جنود القاعدة للطفلة الحليب وبطانية لتتدفأ وبدأ الجميع بمحاولة إطلاق أسم على الطفلة وبالنهاية ترح سليمان اسم آيلا ومعناه القمر بعدما غادر سليمان ورفاقه ضمن قافلة عسكرية مستحبين معهم آيلا وفي الطريق أبلغهم مسؤول القافلة أنه تلقى تعليمات جديدة بالتوجه إلى كونوري غادرت القافلة مكملة طريقها ولكن علي وسليمان وعدد من الجنود تخلفوا حتى يقوم سليمان بإصلاح سيارة تعطلت رفضت آيلا أن تغادر مع باقي القافلة وبقيت برفقة سليمان وأثناء قيامه بإصلاح السيارة تعرضوا للهجوم قتل عدد كبير من الجنود مما دفع سليمان لصنع قنبلة باستخدام الوقود وإطار السيارة صنعت القنبلة انفجارا كبيرا قتل عدد كبيرا من الأعداء ومن حصن حظهم لفت قوة الانفجار انتباه القافلة التي لم تكن قد ابتعدت كثيرا فعاد جنودها مشرعين ولكن قبل وصولهم واجه علي وسليمان والعدد القليل من الجنود الذين يرافقونهم الأعداد الكبيرة من الأعداء وخاص علي الذي لم ينجو غيره بالنهاية فقاتل ليحمي سليمان وآيلا ولكن مع ازدياد أعداد الجنود استخدم سليمان الوقود مرة أخرى وصنع ما يشبه جدارا من النار ليوقب تقدم الأعداء ولكنه تعرض للإصابة وعندما عادت باقي القوات هرب الأعداء استيقظ سليمان بمستشفى القاعدة العسكرية ليجد آيلا تجلس بجانبه أخبره أصدقاه أنها رفضت أن تفارقه وبعد خروجه من المستشفى أخبر قائد القوات التركية سليمان أنه من المستحيل إبقاء آيلا معه وأنه خلال أيام سوف تقرر الحكومة الكورية طريقة المثلة للتعامل معها ووقل الرقيب صادق بمساعدته بعمله وبالعناية بآيلا مؤقتا وشكره القائد على شجاعته التي أنقذت الكثيرين وابلغه أن سلطات كوريا الجنوبية ستكرمهم بميدالية فخرية استعد سليمان من أجل احتفال التكريم وترك آيلا برفقة صادق فاختبعت منه بسيارة سليمان وعندما وصل إلى مقر مهمة الأمم المتحدة بكوريا وأثناء احتفال تكريم القوات ومنها القوات التركية تفاجأ الجميع بحضور آيلا وتم إبلاغ سليمان أنه تقرر إبقاء آيلا برفقته حتى العثور على أسرتها لاحقا وصل والدي سليمان برقيامن يطمئنهم على أوضاعه وخاصة أنهم علموا بأمر إصابته بالمعركة وحدثهم عن آيلا وأرسل لهم صورها وأرسل برقيامن شابهة لنوران مرت أشهر على إقامة آيلا بالقاعدة اعتاد الجميع عليها وأحبها وعاملها سليمان كطفلتي تماما ولكن خلالت كل تلك الفترة لم تتحدث آيلا مطلقا وفي أحد الأيام أثناء القيام بالطابور الصباحي بدأت آيلا تتحدث مستخدمة كلمات تركية لاحقا أدرك سليمان أنها قادر على التحدث باللغة الكورية وأيضا قراءتها ولكنها لا تذكر اسمها القديم نصحه الملازم مسعود أن يعلمها اللغة التركية بطريقة الصحيحة وقدم له كتب عن اللغة التركية مخصصة للأطفال وبدأ الكل بمساعدته على تعلم الأبجدية التركية وقراءتها وبدأت بمنادات سليمان بابا حصل سليمان برفاقه على إجازة طويلة فتوجهوا إلى العاصمة اليابانية توكيو مصطحبين محوم آيلا اشترى لها سليمان الكثير من الملابس الجميلة ورافقها إلى حديقة الألعاب واستحبها إلى حفلة راقصة والتقط محل كثير من الصور وقدوا أوقات ممتعة وعندما عادوا من توكيو أخبر صادق سليمان أنه عثر على أسرة آيلا بطريقة سرية حيث أخبره بعض السكان المحليين عن مكان تواجدهم وأمده بالعنوان وبالليل توجه سليمان دون إذن إلى المكان ليفاجأ بوجود عدد من الجنود الذين ألقوا القبض عليه وعندما علم علي غادر مع صادق بدراجته التي قام بتجميعها متوجهان للعنوان ليجد القوات العدو تستجوب سليمان فقاموا بإنقاذه وعادوا إلى القاعدة وبالأثناء صادف بحث قائد القوات عن سليمان وعلي فتستر عليهم أصدقاؤهم وحين عودتهم أبلغهم القائد عن قدوم مارلي مونرو وأن سليمان بإمكان حضور حفلها مع آيلا ولكن علي عليه مهمة مراقبة فلن يستطيع حضور حفلها غضب علي جدا وبدأ بتكسير الأشياء فهو يعشقها حد الجنون وكتسوية اقترح عليه أصدقاه أن يحصلوا له على توقيع وفي الحفل حضر عدد كبير من الجنون المختلف القوات ومساعدة آيلا تمكنوا من الحصول على التوقيع ولكن للأسف لم يتمكنوا من إعطائه لعلي فخلال مهمته للمراقبة تعرض لإطلاق نار وقتل دفن بمقبرة تضم عددا كبيرا من الجنود الأتراك شعر سليمان بحزن شديد فقد خسر صديقه العزيز مر عام على وجود سليمان وفرقته بكوريا الجنوبية وتم إبلاغهم أنهم سوف يعودون للوطن ولكن سليمان رفض المغادرة وقدم طلب ليبقى فترة أطول من أجل آيلا فأرسل رسالة لنوران أبلغها عن قراره التي لم تكن سعيدة به استدع القائد سليمان أبلغه أن طلبه بالبقاء فترة أطول قد تم رفضه وأنه سوف يغادر قريبا وسوف يتم إرسال آيلا للإقام بمدرسة أنقر الداخلية التي أنجأتها الحكومة التركية وعرفه على مديرة المدرسة السيدة مينغ التي طمأنت أنها ستكون بخير فالمدرسة ترعى الأطفال أيتام لم يستطع سليمان أن يرفض الأوامر ولكنه طلب أن يرى المدرسة التي سوف تقيم فيها آيلا فعرض الملازم مسعود على القائد مرافقة سليمان لإيصال آيلا كمعروف أخير عندما وصل المدرسة تمأن سليمان على المبنى والخدمات وقرر أن يغادر دون أن تلحظه آيلا ولكنها تبعته باكية فأخذها سليمان وغادر المدرسة وعاد إلى غرفة الفندق التي يقيم فيها مؤقتا أثناء انتظاره وصول السفين التي سوف يغادر بها وبعدها اشترى حقيبة كبيرة صنع فيها عدة ثقوب وفي اليوم التالي خبأ آيلا بالحقيبة ولكن قبل صعوده السفينة وصل القائد برفقة مديرة المدرسة السيدة مينغ والملازم مسعود ليكتشف إخفاؤه آيلا بالحقيبة تم إلقاء القبض عليه وأخبره القائد أن السلطات الكورية لن توجه له أي التهم باعتبار حالة إنسانية وساه الملازم مسعود أن بإمكانه أن يغود بعد عدة سنوات ليراها وأنه يتمنى فعل لو باستطاعتها أن ترافقه ولكن القانون لا يسمح بذلك وبالنهاية قادر سليمى مجبر على متن السفينة بعد أن ودع آيلا مقسما لها أن يعود من أجلها عاد سليمى إلى مدينة سكندرون ليعلم أن نوران تمت خطبتها فزار منزل أسرته وتزوج فتاة من اختيار والدته وهي ابنت جارهم نعمة رغم ممرور خمسة أشهر على زفافهم ما زالت نعمة تشعر بحزنه طوال الوقت وانشغال تفكيره ورغم محاولاته المتكررة لزيارة سفارة كوريا الجنوبي للإطمئنان على آيلا لكن ظروف عمره لم تسمح وفي أحد الأيام أبلغته نعمة أنها تعلم أنه يحاول أن يجد طريقة لزيارة سفارة كوريا الجنوبية وأنه يبحث عن آيلا وطلبت منه أن يثق بها فربما تكون قادرة على مساعدته حدثها سليمان بالتفصيل عن آيلا أخبرته نعمة أنها فخورة بمساعدته للطفلة وأنها طفلتها الآن فوضعها خطة للبحث عن آيلا طرقت نعمة باب السفارة وعددا من المنظمات وبالنهاية أخبروها أن العثور على آيلا أصبح مستحيلا فقد اندلعت الحرب مرة أخرى ومن الصعب جدا وصول لأية معلومات نقلنا الفيلم لمبعد 47 عاما في العام 1999 أثناء حدوث زلزال مرمرة هرب الجميع من منازلهم ومنعوا مؤقتا من العودة لها ولكن سليمان العجوز عاد إلى المنزل بحث بألبوم صوره ليطمئن على صورة آيلا تبعته نعمة لتجده يطالع صورتها وتسال عن أخبارها مرت الأيام وسليمان ما زال يؤرق موضوع آيلا أكثر مما مضى وهذا ما أغضم ابنته التي يقلقها تدهور صحته وبأحد الأيام تصلت صحفية بمنزلهم أخبرتهم أنها جزء من فريق عمل وهم يعدون تقرين عن مرور 60 عاما على الشراكة بين تركيا وكوريا الجنوبية وعن أبطال الحرب الكورية وأنهم على علم بقصة آيلا وفي يوم المقابلة جلس سليمان ونعمة مع الصحفية إيسقي وزميلها الصحفي من كوريا الجنوبية سونج جون وبحضور عدد من الجنود السابقين ركزت الصحفية على قصة آيلا واستأذنته أن تتعمق بالقصة وتبحث عن آيلا من أجله سعود سليمان فهذا ما رغب به منذ سنوات أن يطمئن على طفلته ولكنه ونعمة لم يستطيعوا أن يعثروا على أي معلومات مكفيدة جرحت له الصحفي أن المعلومات بهذا العصر أفضل بكثير وأن كل ما تريده إحدى صور آيلا غادر الصحفيين إلى كوريا الجنوبية بحثا بأرشيف الدولة لإجداء أن معظم السجلات أتلفت بحثا عن طلاب أقاموا معها بمدرسة أنقرة أو أشخاصا عملوا فيها ليحثروا على ستة طلاب وبعدها بفترة عادت الصحفية إيزكي لتركيا وأخبرت سليمان أنها أجرت مقابلات مع طلاب أقاموا مع آيلا بمدرسة أنقرة وعرضت عليه مقابلاتهم المسجلة ووعدته بعدم التوقف عن البحث لتتلقى اتصال بعدها بأيام من الصحفي سونججون يبلغها أنه عثر على آيلا فقد تعرفت عليها مديرة مدرسة أنقرة السابقة وأن آيلا منحت اسم كيم أونجا وبعد البحث تبين أن زوجها توفي وهي بعمر صغيرة وأنها تعمل حاليا بتنظيف المدارس عادت إيزكي إلى كوريا الجنوبي لتقابل السيدة كيم أونجا لتأكد قبل أن تزف الخبر لسليمان وعندما قابلها عرض عليها الصحفيان الصور القديمة لتتعرف مباشرة على سليمان في عام 2010 سافر سليمان ونعمت إلى كوريا الجنوبية بترتيب من الصحفيان وقابل ابنته آيلا بعد ستين عاما من افتراقهما ولم يفترقه مجددا وبهذا ينتهي الفيلم قدرت خسائر الحرب الكورية من جميع الأطراف بحوالي مليون ومتين ألف ضحية من بينهم 7600 شخص فقدوا خلال الحرب تظهر قصة الفيلم مساوى الحرب وضحاياها الأبرياء وخاصة من الأطفال ولكن من خلال قصة سليمان وآيلا ندرك كيف يمكن للحب التقريب بين الناس بالرغم من عائق اللغة والدين والعرق وكيف أن الإنسانية أقوى من الحرب وتضمن الفيلم بعض أهم القيم الإنسانية منها عدم فقدان الأمل وخاصة سليمان الذي لم يفقد الأمل أبدا برؤية طفلته آيلا وقيمة صداقة من خلال صداقة سليمان وعلي ولا بد أن نتطرق بالذكر لزوجته نعمة رفيقة دربة التي حاربت موح من أجل العثور على آيلا واحترمت مشاعره تجاه طفلته خلال سنوات افتراقهما وشجعته على عدم الاستسلام شكرا لمتابعتكم إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات يصلكم كل جديد